اشتركوا في القناة ويستقون فيه الماء ليحملوه معهم إلى عرفة ثم إلى مزدلفة واليوم الثامن في الحقيقة هو أول أيام الحج يستحب التنظف والاغتسال وأن يأخذ المحرم ما زاد من شعره وظفره من أبطيه وعانته إلا إذا كان يريد أن يضحي عند أهله فإنه في الثامن من ذي الحجة لا يأخذ من ظفره ولا من بشرته ولا من شعره شيئا لأنه سيضحي يسن التوجه يوم الثامن إلى ميناء قبل الزوال أو بعده من يوم التروية ونفر من التلبية إلى أن نرمي جمرة العقابة إذا توجهنا إلى ميناء يوم الثامن أصل بمناء الظهر والعاصر والمغرب والعشاء والفجر والسن أن يصلوا كل صلاة في وقتها قصرا بلا جمع إلا المغرب والفجر فلا يقصران